وإلى أزمة الوقود التي تعطي المختلف الخدمات أحصى الجهاز الأمن الوطني عملياته ضد المهربين المشتقات النفطية وكذا ضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية وأشار الجهاز في بيان إلى القاء القبض على 117 متهما بالتهريبة ومصادرات 49 صهريجا وعجلة كانت معدة للتهريبة وكشف عن مصادرة وضبط 550 وكرا وخزانا كانت تستخدم لتخزين وبيع المشتقات النفطية خلافا للضوابط الأصولية إضافة إلى غلق 11 محطة لمخالفتها الضوابط أو استغلالها الأزمة